هيجي لك نص إجباري من بين نظرة والصغيران وأنت سيد قرارك وحيجي لك نصين اختياري تختار واحد وطبعا النحو والأدب والبلاغة إجباري الامتحان الدرجات كالتالي أنا عندي التعبير عندي أول حاجة 14 درجة وطبعا زي ما قلت لك إحنا مش هنسيب التعبير وحوري لك 14 درجة تعبير وعندي النصوص عندي الكراءة عليها 7 درجات القصة عليها 7 درجات النصوص عندي عليها 20 درجة النحو عليها 20 درجة وعندي كمان الأدب 6 والبلاغة 6 إذن أنا عندي كده 80 درجة وبإذن الله تقدروا تحصلون عليها كاملة طب السؤال هو أنا أقدر أجيب 80 في حد بيقفل 80 في العربي كتير بيقفلوا 80 طب التعبير اللي بيقفل درجة العربي ككل يقدر يقفل درجة التعبير بسهولة إذن عندي 80 درجة في المتناول بإذن الله تستطيعون جميعا أن تنالوا تلك الدرجة بمتابعة مدرسة على الهواء وقبل ده كله بالجهد والتعب والاجتهاد اللي انتم بزلتموه على مدار العام وفي نهايات العام بإذن الله هنبدأ بنموذج مش بالترتيب الورقة ولكن عندنا حاجات مهمة طبعا هنبدأ بنص أنتم عندنا نص صخرة الملتقى وهو من النصوص المهمة جدا السنة بتقول الأبيات ما معنى كلمة أبتو؟ طبعا احنا أول حاجة بتجيلنا في أسئلة الامتحان هي المترادفات والمعاني ولابد أن تحفظ جيدا حتى أستطيع أن أجيب عليها بسهولة فعندي أبت معناها من خلال الأبيات أبت معناها رجعت أبت إليك أي رجعت إليك الشمل أي الجمع جمع كلمة المفرقة مفارق جمع الهواء أهواء جمع الأسير أسرى جمع مضد مزق جمع مضد مشيب شباب مضد فك جمع طبعا هو ما بيجيش كده كتير كده مترادفات في الامتحان ولكن احنا بيبقى تدريب على معظم المترادفات الموجودة في الأبيات اللي أصدنا ماذا وافع إطلاق ناجي إسمين مختلفين على الصخرة؟ طبعا حضرتك فاكر أن إبراهيم ناجي سمى الصخرة بإسمين مختلفين هما صخرة العهد وصخرة الملطقة سماها بصخرة الملطقة لأنها كانت مكان اللقاء الذي كان يلتقون فيه وسميت أيضا بصخرة العهد لأنها كانت مكان العهد الذي كان يتعاهدون عليه إذا ماذا وافع إطلاق ناجي إسمين مختلفين على الصخرة؟ نقول الإسمين الأول اللي هما صخرة العهد وصخرة الملطقة وبعد كده نقول أنه هو أطلق علي صخرة الملطقة لأنها مكان اللقاء وصخرة العهد لأنه المكان الذي كان يتعاهدان عليه ما الإسلوب الغالب في الأبيات ولما آثره الشعر؟ أفكر حضرتك أن الأساليب نعين إسلوب إنشائي وإسلوب خبري الإسلوب الإنشائي اللي هو أمر نهي استفهام نداء تمني والإسلوب الخبري اللي ما فيهوش لا أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني في حاجة تانية اسمها أسلوب خبري لفظا إنشائي معنى وده بيبقى غرض الدعاء طب أنا بالنظر هنا للأبيات حلاقي أني يا صخرة العهد ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرض التحصر طب بقى الأبيات ده أسلوب خبري يبقى ما الأسلوب الخبري أو الغالب في الأبيات؟ الغالب طبعا هو الأسلوب الخبري طب وليما آثره الشاعر؟ آثر الشاعر الأسلوب الخبري ده إجابة سبتة بقى سنة ثالثة أقدر أقول لأنه أراد أن يوجه لنا أفكاره على أنها حقائق واقعية مسلم بها طيب ما رأيك في استخدام الشاعر بناء الفعل مزقة للمجهول؟ ليه الكلمة مزقة للمجهول؟ الفعل مزقة بنية للمجهول للدلالة على أن الأمر كان رغما منهم أو أن الفراق جاء ليس برغبتها هو ومحبوبته فهو جاء الفراق رغما منهم فجاء مزقة هل كان الكاتب موفقا في ذلك؟ نعم كان الشاعر موفق في بناء الفعل للمجهول ليدل على أن الأمر هو إجباري ولم يكن الأمر بمجدوره ولم يكن الأمر تحت رياته طيب أيهما أدق ولماذا؟ قضى الله والله قضى الحص هو جس سؤال ده في سنة من السنين وهو بعض النقاد قال أن قضى الله أفضل لأنه دعا الله فمن الطبيعي أن يستجيب الله للدعاء ولكن بعد أن دعا الله هو عاد في هذا الدعاء وتمنى أن يعود فيما أمر الله تمنى أن يعود إلى محبوبته من جديد ولذلك النقاد قالوا أنه أفضل قضى الحظ لأن قضاء الله لا رجعة فيه أما قضاء الحظ فيمكن أن يكون فيه رجعة إذن حينما أجيب سأجيب وأقول قضاء الحظ أفضل لأن قضاء الله لا رجعة فيه أما قضاء الحظ فيمكن أن يكون فيه رجعة طيب ماشي بالفؤاد الشهيد أم ماشي بالفؤاد الشريد أيضا بالنظر مثل تلك الأسئلة أنت عزيز الطالب تستطيع من خلال فهمك للأبيات أن تجيب الشهيد ولا الشريد الشهيد توحي بالسمو توحي بعظمة التضحية وهي أفضل من الشريد إذن أستطيع أن أقول ماشي بالفؤاد الشهيد أفضل من ماشي بالفؤاد الشريد لأنها توحي بالتضحية وتوحي بسمو المعنى وتوحي بالتقدير والتعظيم لمحبوبته وهي أفضل من كلمة الشهيد يهتم شعراء مدرسة أبولو بالتكسيد في الصورة وضح ذلك مستشهدا السؤال ده جاي السنة اللي فاتت بنص كده في امتحان السودان السنة اللي فاتت 2015 قال لك يهتم شعراء مدرسة أبولو بالتكسيد في الصورة وضح ذلك مستشهدا وضح ذلك يعني حفاهمه الأول يعني إيه التكسيد وكلمة التكسيد هي التكسيم والتكسيد أو التكسيم هو تحويل المعنوي إلى مدّي الشيء غير الملموس إلى شيء ملموس طيب كيف استطاع أصحاب مدرسة أبولو أن يحولوا الشيء المعنوي إلى شيء مدّي حولوا شيء مدّي؟ حولوا أشياء معنوية لا تلمس إلى أشياء مدّية تلمس أديني مثال مزق الشمل الشمل هل هو شيء مدّي أم معنوي؟ معنوي يبقى شبه الشمل بشيء مدّي يمزق يبقى سر جمال التكسيب قدي تحويل المعنوي إلى مدي طيب وإيه تاني حبال الهوى حبال الهوى شبه الهوى وهي شيء معنوي بحبال وهي شيء مدي يبقى كده جسد الصورة إذن يميل أصحاب مدرسة أبوله إلى التكسيب في الصورة الشعرية حينما استطاعوا أن يحولوا الشيء المعنوي الغير ملموس إلى شيء مدي ملموس طيب ما نوع الصورة وده اللي احنا تعودنا عليه في الأبيات أو في السنين الأخيرة وفي امتحان الوزارة اللي هي نمازج الوزارة وامتحان كمان السودان وامتحانات السنين الأخيرة أنا ما بيجيش يقولك استخرج صورة جمالية ولا محسن بديعي بيجي يقولك ما نوع الصورة في كذا يعني هو حيجيب لك جملة أو كلمة ويقولك نوع الصورة في كذا وتعودنا هنا ومع الزملاء أن أنا أقول لحضرتك أنه لو جاب كلمة واحدة يبقى حاجة من الاثنين لا إما استعارة تصريحية لا إما مجاز مرسل ويمكن جيه في امتحان السودان السنة دي وقال لك مصر ما الصورة الجمالية في كلمة مصر وكانت مجاز مرسل علاقته المحلية بعض الطلاب حيقولك سلا مصر استعارة مكنية وصور مصر بإنسان يسأل تجد في غربه وحنين لا هو ما قالكش في سلا مصر هو قالك في مصر فقط إذن كلمة مصر هنا مجاز مرسل علاقته المحلية لأنه أتى بالمكان والمقصود به من بداخل المكان ألا وهم أهل مصر إحنا هنا بالنظر للكلمة اللي هو بيقول لي عايز السورة الجمالية فيها المفرقة المفرقة هنا هو فرق الشعر والمقصود به الشعر إذن هنا مجاز مرسل العلاقة الجزئية حيث أتى بالجزء والمقصود به الكل وسر جمال المجاز الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة تاني سر جمال المجاز الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة ودايما بقول للطلار السؤال ده مهم لازم مفيش امتحان يخلو من استخرج سورة جمالية سورة بيانية سورة بلاغية ولون بياني خيال ده كله بمعنى واحد بيبقى المقصود به تشبيه استعارة كناية مجاز مش عايز واحد ييجي طلع لي محسن بديعي مش عايز واحد ييجي طلع لي تباب مش عايز واحد ييجي طلع لي جناس الجناس ده لما يطلب محسن بديعي إذن لو طلب مانوع السورة أو استخرج سورة سورة جمالية سورة بيانية سورة خيالية لون بياني خيال بيبقى عايز استعارة مجاز كناية تشبيه طيب أنا قلت قبل كده بيجي يقول لك استخرج سورة جمالية وبين سر جمالها أو استخرج صورة جمالية واضحها أو استخرج صورة جمالية وبين إحاقها الفني أنا عندي كذا حاجة بعد الصورة الجمالية ما نفصلش الجزء التاني اللي هي عليه نص الدرجة طب أخده إزاي ده قلنا بكتب خمس حاجات عشان أضمن الدرجة كاملة الصورة ونوعها وتوضحها وسر جمالها وإحاقها الفني تاني الصورة ونوعها وتوضحها وسر جمالها وإحاقها الفني يعني ما سنقول يا صخرة العهل استعارة مكنية دي نوعها حيث شبه الصخرة بإنسان يناديه دي توضحها سر جمالها التشخيص طب أنا عرفت منين سر جمالها التشخيص لأنه شبه الصخرة بإنسان يتحدث طالما شبهت تحدي بإنسان يبقى سر جمالها التشخيص طب الإحاق دي يا أستاذ أنا ما بعرفش أجبها لا تعرف هو أنت مش فهمت إيه اللي أنت فهمته من كلمة يا صخرة العهد الإحاق ده اللي أنت فهمته الدلالة اللفظية لكلمة يا صخرة العهد هو لما بيخاطب الصخر توحي بالحصرة توحي بالديق توحي بأنها كانت مكان اللقاء واللي أنت هتكتبه غير اللي جنبك هيكتبه غير اللي جنبك وكله صح لأن الإحاء المفهوم أو الدلالة اللفظية ودي درجة مضمونة يبقى ما سيبش أنا بكتب الصورة ونوعها وتوضيحها وصير جمالها وتوحي بإيه قلنا هنا الصورة الأولى طب الصورة الثانية بيقولك ما نوع الصورة في حبال الهوى حبال الهوى هو شبه إيه بإيه شبه الهوى بحبال إذن الهوى موجودة والحبال موجودة الاتنين موجودين المشبه موجود والمشبه به موجود إذن ده اسمه تجبيه وده تجبيه بليغ وسر جماله التكسيم لأن الهوى شئ معنوي والحبال شئ معنوي فحولنا المعنوي لمادي يبقى سر جمالها التكسيم طب وتوحي بإيه دي؟ توحي بالتقيض توحي بالضيء من هذا الحب طيب زي ما شفنا كده ده شكل نموذج امتحان النصوص بيجي متراضفات بيجي شرح بيجي سؤال مثلا ممكن عن التعليق وطبعا لازم سؤال في السور الجمالية طيب الناس بتسألني هو نص صخرة الملطقة حفظ؟ لا مش حفظ في بعض الكتب الخارجية كتبة انه هو حفظ على اساس انه هو كان حفظ قبل كده لكن هذا العام هو مش حفظ اقولك وبلغك وفقرك بالنصوص الحفظ السندي تاني هي غربة وحنين والشاعر وصورة الكمال وكم تشتكي والفقرتين من النصور الفقرتين الاخرانيتين وكمان الصغيران الفقرة السامنة والتاسعة هم دول اللي حفظ عندنا السندي ما عدا ذلك فهو دراسة طيب هو بيجيب تسميعه بيجيب بقاله اكتر كذا سنة في خلال السنين الاخيرة بيجيب هات من الابيات او هات من محافظت ما يدل على هو سؤال بيتكرر وانا عاوز كل درجة من الامتحان فاحفظ المطلوب منك الحفظ الصغيران اخر جزئين وشعر صوت كمال وغربة وحنين والنصور اخر جزئين في النص طيب معانا تاني من خلال النموذج اللي احنا جايبينه مع بعض احنا قلنا بيجيب نصين بيجيب نصين تختار منهم واحد معانا من نص اخر وايضا من النصوص المهمة هذا العام جدا هو نص المساء وهو لخليل مطران ومن المدرسة الرومانسية فكر حضرتك ان هذه التجربة في هذا النص تجربة ذاتية عاش خليل مطران فترة قصة حب فشلة فنصحه الاطباء والاصدقاء بالذهاب الى الاسكندرية لعل الاسكندرية تكون دواءا له ذهب الشاعر الاسكندرية ولكنه ازداد حزنا وغمنا وذكريات تأثر الشاعر بذلك وكتب هذا النص بالطبع تجربة ذاتية هنلاحظ اهم ما بيميز هذا النص هو اتجاه الشاعر للطبيعة هتلاقي بيكلم البحر والسماء والنجوم حزين طبعا بيخل الطبيعة وكأنها مرآة تعكس احزان ايضا حتضح من خلال هذا النص ظهور مسحة من الحزن والتشاؤم وهو اهم ما يميز المدارس الرومانسية بعد الاتجاه للطبيعة وبعد التجربة الذاتية نشوف مع بعض الابيات اللي قدامنا بتقول ايه اني اقمت على التعلة بالمنا في غربة قالوا تكون دوائي ان يشفي هذا الجسم طيب هوائها اي يلطف النيران طيب هوائي عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاية لاستشفاء متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي معنى كلمة التعلة بعض طلاب ممكن يقولولي دلوقتي كلمة التعلة يعني المرض لا طبعا التعلة معناها التلاهي والتشاغل طب ليه حضرتك قلت ان هم ممكن يقولوا يعني المرض لان العلة هي المرض اما التعلة معناها التلاهي والتشاغل طيب مفرد كلمة منا المنا هي الاماني قلنا التلاهي والتشاغل مفرد منا منية بضم الميم لانه ممكن يجيبها لك في اختيارات منية امانية امانية هي الموت وجمعها مناية اما منى مفردها منية في البيت الثالث محسن بديعي وعايزك تركز اوه من كلمة البيت الاول البيت التاني البيت التالت لانه ممكن واحد يقولك في البيت التالت محسن بديعي فتستخرج انت من اي الابيات التي تتواجد امامك لكن هنا حددلك من البيت التالت طب ما ممكن واحد يقوله ما هو في البيت الرابع هو متفرد بصبابتي متفرد بكائباتي متفرد بعناع حصن تقسيم لا انا قالك في البيت التالت طفين بين كلمتي علة واستشفاء طباق يبرز المعنى وضحه وأذكرك أيضا أن المحسنات البديعية هي طباق جناس تصريع حسن تقسيم مراعاة نظير تورية وسجع وازدواج إذا كان في النثر فقط طيب تظهر الأبيات توقعات وحقائق بين ذلك بالتفصيل لاحظ أن سؤال الشرح ما بقى شي يقولك اشرحها مباشرة هو بيجبه لك بطريقة تانية أنت هتشرح بس من خلال السؤال يعني هو بيقولي تظهر الأبيات توقعات وحقائق طب حقوليه توقع الشاعر أنه حينما يذهب إلى الأسكندرية سيشفى ولكن الحقائق أنه حينما ذهب إلى الأسكندرية ازداد حزنا وألما وذكرياتا ثم يستكمل الشاعر ويقول أنه لا فائدة من ترحالي في البلاد طلبا للشفاء بل أن صفري وترحالي في البلاد طلبا للشفاء يزيدني علة على علتي ومرضا على مرضي ثم يستكمل الشاعر الفكرة قائلا إنني أشعر بالوحدة في أشواقي وأشعر بالوحدة في أحزاني وأشعر بالوحدة في آلامي لا يشاركني فيهم أحد إذن متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي تظهر الأبيات حقائق وتظهر توقعات سؤال في كتاب المدرسة بيقول إيه حدثت فجوة بين توقعات الشاعر والواقع المرير نفس الأمر إنه توقع لما يروح اسكندرية سيشفى راح اسكندرية ازداد الألم ازداد الحزن ازداد الضيق ازداد ألم الشاعر فكتب هذا النص دي التوقعات ودي الواقع الحزين طيب سؤال تاني ما الغربة وما دوافعها وما نتائجها الغربة هي الأسكندرية ودوافعها هي الشفاء ونتائجها هي إنه ازداد حزنا وألما وذكرياتا أنا مش عايز لما تشوف السؤال بتاع الشرح تخاف أو تلاقي إنه هو خارج نطاق المعنى اللي انت متوقع ونقولك يشرح لا يعني جيه في سنة بسنين اعتقد سنوية عاما 97 صخرة الملتقة قال على ناجي فجرت الصخرة في قلب ناجي ينابيع الزكريات فجرت الصخرة في قلب ناجي ينابيع الزكريات واحد حيبدو يقول فجرت وناجي وينابيع لا صعب لا العملية سهلة خالص صخرة الملتقة إنه هو حينما ذهب الشاعر إلى الصخرة ازداد حزنا وألما صخرة الملتقة النص الغير ده لأنه تذكر محبوبته وكان المكان الذي كان يلتقيانا فيه فشعر بالضيء والحزن والألم ففجرت في داخله الزكريات الحزينة والأليم انت كتبت التجربة الشعرية وكتبت الإجابة صحة يعني مش لازم ان انت يجي لك السؤال اشرح الأبيات لأ انت تفهم السؤال جاي ازاي وتقدر انك انت توجه كلماتك عشان تاخد درجة الشرحة كابلة طيب زي ما قلت لك بيجي سؤال يقول لك ما نوع الصورة في كذا ما بيقول لكش دلوقتي استخرج وده أفضل فهو حدد لك وتقدر انت يعني خلال المراجعات السابقة قدرنا نعرف ازاي نوع الصورة ان كانت تشبيه ام استعارة ام كناية ام مجاز وهو حقول لك تاني بسرعة اني انا لو عندي كيف او كأنه او مثل او شبه ده بقى ده تشبيه طيب انا لو ما عنديش اشوف لو المشبه والمشبه به موجودين ليه اتنين زي حبال الهواء اللي احنا لسه قيلنا يبقى ده اسمه تشبيه ايضا طب لو واحد موجود المشبه موجود و washing 항abe مش موجود زي مثلا شاكن الى البحر اه شبه البحر بانسان يشكوا لا يبقى استعارة مكنية شبه البحر موجودة بانسان مش موجودة يبقى دي اسمها استعارة مكتنية أما إذا كان المشبه نفسه لما أقول شبه اللي بعد كلمة شبه نفسها مش موجودة يبقى دي اسمها استعارة تصريحية يعني أنا لما أجي في نص الصغيران قالك يا من لا إله إلا هو من سواك لهتين النملتين ده شبه الصغيران شبه الصغيرين بعد كلمة شبه ايه الصغيرين مش موجودة شبهها بالنملتين موجودة يبقى دي اسمها استعارة تصريحية و أنا قلت لك كلمة واحدة كلمة واحدة يبقى لا إما استعارة تصريحية لا يبقى إما مجاز مرسل طب تعالى نبص هو طالب مني إيه ما الخيال في قوله النيران وما قيمته كلمة النيران هو شبه الأشواق بالنيران يبقى دي اسمها استعارة تصريحية شبه الأشواق مش موجودة بالنيران موجودة وهي كلمة واحدة بس استعارة تصريحية طيب سر جمالها إيه سر جمالها التكسيم لأن الأشواق شيء معنوي والنيران شيء مدي يبقى سر جمالها التكسيم طب وتوحي بإيه؟ توحي بشدة الشوق والألم وإحنا قلنا بنكتب الصورة ونوعها وتوضحها وصير جمالها وإحاقها الفني لأن كلمة قيمتها أو إحاقها هي عليها نص الدرجة طيب سؤال رقم ده اللي بيقول بما تعلل تكرار كلمة علة في البيت الثالث بالنظر إلى البيت الثالث سنرى عبس طوافي في البلاد وعلة في علة منفاية الاستشفاء علة في علة هو التكرار دايما بيفيد التوكيد ويفيد التنوع وهنا بس تقول بيفيد التوكيد إيه وتنوع على إيه؟ علة في علة يبقى توكيد على زيادة الآلام وتنوع الأمراض وتنوع العلل على نفس الشاعر وتدل على مدى ضيق الشاعر وحزنه إذن تكرار كلمة مش هقول التوكيد واسكت تكرار كلمة علة توحي بمدى الضيق بمدى الحزن بقصرة وتنوع الأمراض على نفس الشاعر طيب بما تعلل التقديم والتأخير في البيت الثالث فين التقديم والتأخير في البيت الثالث دي عبس طوافي بالنظر للأبيات هتجد عبس طوافي في البلاد هتلاقي أن هنا أصلها طوافي عبس التقديم والتأخير أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص والحص وأيضا للاهتمام بالمتقدم ألا وهو العبس طيب ماذا أفادت كلمة قالوا في البيت الأول قالوا تكون دوائي قالوا هم مين اللي قالوا اللي قالوا طبعا الأصحاب والأصدقاء إذن ماذا أفادت كلمة قالوا قالوا توحي بالكذب أو بالزعم الخاطئ قالوا وتوحي بالسخرية من كلام الأصدقاء هذا الكلام الذي ظن الشاعر أنه سيكون وسيلة للنسيان ووسيلة لأن يكون سليما ولكنه ذهب فازداد حزنا وألما وذكرياتا فإذن كلمة قالوا توحي بالكذب وتوحي بالسخرية من كلام الأصدقاء طيب لو جاء اللي أيلطف النيرانة تيبو هوائي ما نوع الإسلوب وما الغرض؟ أيلطف النيرانة تيبو هوائي أسلوب إنشاء النوع استفهام الغرض النفي طب ليه الغرض هنا النفي؟ لأن الشاعر هنا قال أيلطف النيرانة تيبو هوائي طالما الإجابة بلأة هو عنده إحساس أن هو هوائي الإسكندرية الجميل لن يستطيع أن يشفي جسده العليل فالإجابة بلأة إذن استفهام الغرض منه النفي طيب لو جاء اللي أيهما أجمل ولماذا؟ متفرد بصبابتي؟ متفرد بكآبتي متفرد بعنائي؟ أم متفرد بكآبتي بصبابتي بعنائي؟ طبعا الترتيب الذي يتواجد أمام أعيننا هو الأفضل طب ليه لأن هنا كل كلمة تؤدي إلى ما بعدها فالأشواق تؤدي إلى الكآبة والكآبة تؤدي إلى العناء إذن كل كلمة نتيجة لما قبلها وكل كلمة تؤدي منهم إلى ما بعدها الصبابة تؤدي إلى الكآبة والكآبة تؤدي إلى الألم طيب لماذا أضاف الكاتب أو الشاعر ياء المتكلم لكل من كلمة صبابتي وكآبتي وعنائي؟ أضاف ياء المتكلم ليدل على أن تلك الأشياء وتلك المشاعر أصبحت وكأنها تختص به هو فقط طب لماذا قرر الشاعر كلمة متفرد في الأبيات؟ لقال متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي؟ طبعا تكرار كلمة متفرد للدلالة على مدى الشعور بالتفرد والغربة في الأسكندرية ولذلك اعتبر الشاعر الأسكندرية منفى واعتبرها في نفس الوقت غربة هناخد في نفس النص ده قطعة أخرى اللي هو المساء لأنه هو من النصوص المهمة جدا بتقول القطعة شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء ثاون على صخر أصم وليت لي قلبا كهازي الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفطها كالسقم في أعضائي طيب معنى كلمة الهوجاء هنا معناها الشديدة الشديدة طيب كموج مكاره أنا لسه أقول لك من شوية طالما في كاف يبقى نوع الصورة هنا تجبيه معنى كلمة ثاون على صخر أصم ثاون معناها مقيم وجالس طيب لو جات الاختيارات يبقى مقيم لأنها جات قبل كده أيهم في الاختيارات كلمة ثاون معناها مقيم ولا جالس كانت في صح وفي أصح فالأصح هنا مقيم طيب السؤال الثاني بص سؤال الشرح ليس أقول لك عليه بص سؤال الشرح ما قال لك إشرح ما قالش إشرح هم قال قال إيه عقد الشاعر مقارنة بين قلبه والصخرة وضح هو الشاعر راحي سكندرية جلس أمام البحر طيب ما المقارنة التي عقدها عقدها الشاعر بين قلبه والصخرة هو تمنى الشاعر أن يكون قلبه مثل الصخرة التي يجلس عليه طيب ليه إيه المقارنة التي عقدها بصي بقى ركز معي قال لك الصخرة تتوالى عليها الأمواج وقلبه يتوالى عليه الأحزان الصخرة تفتتها الأمواج وقلبه يفتته الأحزان طيب قبل ما أستكمل معاكم أعزائي الطلاب شرح الأبيات نستقبل أول تليفون لنا النهاردة ميناء من المينيا إزاك يا ميناء إزاك يا ميناء عامل إيه الحمد لله الحمد لله أتحان بكرة مش عايز ألق يا ميناء إن شاء الله بجم الله ربنا يكرمك يا حبيبي إيه أسئلتك هو تمنة لو لا ما يجي بعدها على طول مبتدأ مؤخر مش مؤخر يا ميناء مبتدأ خبر محزوف تمام لو جي بعدها جل ومجدور أو أي حاجة إنت اللي عليك يا ميناء إن اللي يجي بعد لو لا مبتدأ خبر محزوف تقديره موجود بس عشان لو جي قالك استخرج مبتدأ الخبر محزوف ممكن تطلع بعد كلمة لو لا أو لو حط لك قط بعد الكلمة اللي بعدها لو لا تعرب مبتدأ غير ده مش عليك يا ميناء لو كلمة إنه مثلا لو لا إنه ما أنا بقول لك غير كده مش عليك إنت اللي عليك إن إنت لو جي بعدها تعرب مبتدأ خلينا النهاردة ليلة امتحان أنا مش عايزك تركز معي في اللي عليك فقط طب كلمة جديرا اللي هي في القصة مضادة هي هي كلمة جديرا يعني ايه جديرا اللي هي في فصل ايه اللي هي جديرا اللي هي في الفصل التاسع جديرا بايه جديرا كان ولده جديرا بالأخلاق حقا جديرا بالأخلاق حقا تمام معناها خاليقا طب قول لي أسئلتك كلها يا ميناء طب كلمة ما اللي هي الكافة دي تمام مالها لما تدخل على إنما تكفة طب في حالة ما ينفعش تبقى فيها كافة طيب حقولها لك حالة ايه تانية ميناء برضو ما مع أدوات النظر بودوا الجزم لما تبقى كافة ولا مش كافة تمام ها تجريبا بس كده طيب هي طبعا شكرا التعبير التعبير في الساعات اللي جاء ان شاء الله هنوريكم ازاي تكتب موضوع التعبير وازاي كمان تتعامل مع التعبير الوظيفي شكرا شكرا يا ميناء شكرا لك وشكرا لكل أهل الصعيد طبعا احنا عارفين ان ما كفة العمل ما الكفة عن العمل تدخل على إننا وأخوتها تلغي عمل إننا وما بعد إننا وأخوتها يعرف مبتدأ فأقول إنما المؤمنون إخوة إلا في حالة واحدة مع ليتة فحينما تدخل ما على ليتة يجوز أن يلغى عمل ليتة ويجوز أن تعمل فأقول ليتم ليتم المؤمنون وليتم المؤمنين ليتم المؤمنون إذن ما هنا ألغت عمل ليتة والمؤمنون مبتدأ مرفوع بالوع أما ليتم المؤمنين ما زائدة ولم تلغي عمل ليتا والمؤمنين تبقى اسم ليتا منصوب بلياء وعلامة النظب لياء لأنه جمع مذكر سالم نعود من حيث بدأنا كنا نستكمل الشرح فبنقول أن هناك مقارنة بين ما قاله الشاعر بين الصخرة والقلب قلنا الصخرة يتوالى عليها الأمواج والقلب يتوالى عليه الأحزان الصخرة تفتتها الأمواج وقلب يفتته الأحزان الصخرة لا تشعر وقلبه يشعر ولذلك تمنى الشاعر أن يكون القلب مثل الصخرة لذلك عقد مقارنة بين القلب والصخرة الصخرة طبعا ما بتحسش قلبه بيحس الصخرة بتتوالى عليها الأمواج قلبه بيتوالى عليه الأحزان الصخرة بتفتتها الأمواد القلب بيفتته الأحزان ولكن الصخرة لا تشعر والقلب يشعر ولذلك تمنى الشاعر أن يكون القلب مثل الصخرة طيب بعد كده بيقول لي استخرج من الأبيات إيجازاً وبين نوعه إيجاز يعني حاجة محزوفة وطبعاً فيه إيجاز بالحزف وهو ده اللي غالباً بييجي لو جيه يبقى فيه حاجة محزوفة من الأبيات بالنظر إلى الأبيات فأقول شاكن إلى البحر وثاون إيه اللي محزوف هنا سنجد أن المحزوف المبتدأ وهو أنا شاكن وأنا ساون أنا أنا شاكن وأنا ساون إلى البحر الترابة خواطري كلمة أنا هنا هي اللي محزوفة حزف المبتدأ للاهتمام بالخبر لماذا حزف المبتدأ؟ للاهتمام بالخبر وأيضاً أنا ساون حزف المبتدأ للاهتمام بالإيه؟ بالخبر طيب طب يقول لي وبين نوعه وحقول إيه؟ حقول إيجاز بالحزف عايز محسناً بديعياً وبين نوعه المحسن البديعي بالنظر إلى الأبيات سنرى بين كلمتي شاكن ويجيبني تباق يبرز المعنى ويوضحه طيب صورة خيالية وبين سر الجمال فيه؟ إحنا اتفقنا صورة جمالية صورة خيالية صورة بيانية لون بياني خيال بيبقى عايز تشبيه استعارة كناية مجاز طيب بالنظر إلى الأبيات سنجد شاكن إلى البحر استعارة مكنية صور البحر بإنسان يشكو له وسر الجمال التشخيص وتوحي بمدى حزن الشاعر وتوحي بمدى الألم الذي يعانيه الشاعر طيب يجيبني دي اسمها امتداد للصورة لأنه شبه البحر بإنسان يجيب وأيضاً سر الجمال هنا التشخيص طيب صخر أصم استعارة مكنية صور الصخر بإنسان أصم وأيضاً سر الجمال هنا التشخيص هنا عدة أبيات مليئة بالصور الجمالية ولاحظ إنه ممكن يجي سؤالي يقول لي إيه وده يجي في سنة من السنين أعتقد 98 قال لك جاب الأبيات دي وقال في الأبيات صورة كلية وضحها ما المقصود بالصورة كلية الصورة كلية هي من الصورة جمالية بقى من الصورة خيالية مش تشبيه استعارة كناية لا الصورة كلية اللي هي اللوحة الفنية وممكن برضو يجي يقول لك رسم الشاعر في هذه الأبيات لوحة فنية جميرة وضحها وابين خطوطها أو ليه أقول الصورة اللي انت شايفها الصورة اللي انت متخيلها من خلال هذه الأبيات ولاحظ إن كلمة الصورة الكلية دي ممكن تيجي في أي نص ممكن تيجي في نظرة ممكن تيجي في صخرة الملطقة ممكن تيجي في الصغيران ممكن تيجي في نص المساء طب أفهمها تاني ايه الصورة اللي أنا متخيلها هنا رسم الشاعر صورة إنسان يجلس على صخرة أنا متخيل ده متخيل إن في واحد قاعد على الصخرة آه رسم الشاعر صورة إنسان يجلس على الصخرة والأمواج تتوالى عليه دي الصورة اللي أنا متخيلها طيب ها ايه أجزاء الصورة أجزاء الصورة إنسان وصخرة وبحر تمام طب إيه خطوط الصورة؟ خطوط أي صورة؟ الصوت واللون والحرق تاني الصورة الكلية اللوحة الفنية إيه هي الخطوط بتاعتها؟ الصوت واللون والحرق أقوله الصوت ويتمثل في كذا مثلا هنا الصوت ويتمثل في كلمة شاكن ويجيبون في صوته وصوت البحر طب وإيه تاني؟ اللون لون البحر ولون الصخر طيب والحركة حركة الأمواج وحركة الرياح إذن لازم بقول الصوت واللون والحركة في الصورة الكلية ولاحظ أنه ممكن تجي في أي نص زي بقولك يعني ممكن تجي بالك في نظرة في هذه القطعة صورة كلية فأقول مثلا رسم الشاعر صورة طفلة تحمل حملة مصقيرة وتعبر الشارع المليء بالسيارات دي الصورة اللي أنا متخيلها طيب إيه هي خطوط الصورة؟ صوت ولون وحرك الصوت مثلا الصوت السيارات وهي تمشي اللون لون ملابس الطفلة ولون الشارع الحركة حركة السيارات وحركة الطفلة وهي تعبر الطريق إذن لا تقتصر الصورة كلية هنا على أي نص بعيني ولكن أفهم يعني صورة كلية هي لوحة أنا متخيلها وفيها حاجة اسمها أجزاء الصورة والأهم خطوط الصورة اللي هي صوت ولون وحركة طيب أيهما أجمل ولماذا؟ وعودنا الممتحن في خلال الأعوام القليلة الماضية أو في امتحانات السودان أو في امتحانات نمازج الوزارة أنه هو بيجيب لنا ويقول لنا ما أو أيهما أجمل ولماذا؟ والإجابة عن مثل هذا السؤال إن لم يكن هناك نقض على الشاعر في أحد الجملتين وتكون الثانية أفضل بالطبع تكون الإجابة أو أن مثلا الإسلوب ده فيه إسلوب قصر وده ما فيهوش إسلوب قصر؟ زي ما قالك لك الحقول قبل كده ولا الحقول لك فبالطبع لك الحقول لأنها أسلوب قصر تفيد التوكيد والتخصيص غير كده أنت تقدر تفهم أنا أشوف من خلال الأبيات كده أنت حاسس إيه؟ والتعليل هو الذي سيجعل كلامك هو الصواب مثلا قال لي شاكن إلى البحر أم حاكن إلى البحر؟ أنا شايف إنها شاكن وأنا سامع الطلاب بيقولوا معايا شاكن ليه؟ شاكن إلى البحر هو أنا رايح حاعد قدام البحر أنا حزين حاعد أحكي؟ لأ أنا حاعد أشكي حاعد أشكي لأن الشكوى توحي بالألم لأن الشكوى توحي بالمعاناة لأن الشكوى توحي بالحزن يعني أنا لو كتبت كده وكتبت لأن الشكوى توحي بالمعاناة والحزن والألم خدت الدرجة آه خلاص أنا أنا أقدر إن أنا اللي أفهمته من الأبيات أو اللي أفهمته إن أنهي الأفضل هو ده اللي أخد به الدرجة طيب معانا سؤال آخر في النصوص وهو في النصوص الإجباري من نص نظرة ليوسف إدريس وطبعا إحنا عارفين أن نص عندنا النصوص الإجباري ثلاثة نظرة والصغيران وأنت سيد قرارك يأتي واحد منهم في الامتحان إجباري لابد أن يأتي إجباري عليه عشر درجات ولابد أن يزاقر الثلاثة جيدا فيه مهم وفيه أهم وفيه أن ده عليه عشر درجات وأنا عايز أوصلك لمرحلة أن جيدا 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 أنا داخل الامتحان معتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى مذكرتي جي أي حاجة أنا حقدر أحلها وعلى فكرة التلاتة فعلا سهلين وأهم حاجة في التلاتة لازم بيجي سؤال في التعليق خلينا أقول لك أهم أسئلة التعليق في قصة نظرة طبعا أفكرك كده قصة نظرة هي يوسف إدريس بيحكي أنا قصة قصيرة أهم حاجة في القصة القصيرة أن أي قصة قصيرة بيكون لها مغزة طب إيه المغزة من قصة نظرة؟ المغزة من قصة نظرة هو ظلم الطبقة الغنية للطبقة الفقيرة استغلال الأطفال الصغار في العمل طيب وقصة نظرة على الرغم من أنها قصة قصيرة إلا أنها تعطي معاني كثيرة جدا طيب قصة نظرة من القصص الجميلة جدا جدا اللي هي فيها مغزة وفيها حوار وفيها شخصيات إحنا هنعرف الأول هي بتتكلم عن إيه؟ لأن لازم سؤال في التعليق قلنا هي ليها مغزة؟ وليها أفكار؟ وليها عنوين؟ طيب نعرف أن قصة نظرة أو أهم ما بيميزها هيجي يقول لك إيه؟ لازم سؤال في الأسئلة دي مثلا التكسيف والتركيز أهم ما يميز قصة نظرة أو ما أهم عناصر ومميزات القصة القصيرة من خلال قصة نظرة في حاجة اسمها الوحدة والتكسيف والتركيز والصراع وكلة الحوار لكن معي الأسئلة دي مهمة يعني أنا هقول لك أهم الأسئلة التي يجي في قصة نظرة تكسيف والتركيز يعني إيه تكسيف والتركيز؟ أحداثها مكسفة مركزة قليلة أحداث قصة نظرة مكسفة خالية من التفاصيل خالية من الأشياء أو الأحداث المفصلة لأن أي قصة قصيرة لابد أن تأتي بالأحداث حتى أنه يقال أن كاتب القصة القصيرة الحقيقي لا يعطي كلمة واحدة في غير معناها إذن التكسيف والتركيز يتضح ذلك من خلال أكتر من حاجة أساس إيه هي؟ كلمة ستي وهي كلمة واحدة هي بتحكي طبعا أكيد كلكم عارفين أن تفلة صغيرة كانت تحمل حملا معقدا فوق رأسها والكاتب رأاها فأراد أن يعني يعدل لها ما فوق رأسها هي طبعا طلبت منه ذلك وحينما عاد لها من فوق رأسها ابتدى ينصح الطفلة الصغيرة بأن تعود إلى الفرن وتترك أحد ما فوق رأسها وكان ما فوق رأسها صينية بطاطس بالفرن وفوق الصينية صاد مفروش بالفطائر المغبوزة فطلب منها أن تعود إلى الفرن وتترك الصادق ثم تعود فتأخذه كاتب يقولك ولست أدري ما ضار في رأسها فما كنت أرى لها رأسا وقد حجبه الحمل كل ما حدث إنها انتظرت قليلا لتتأكد من قبضتها ثم مضت وهي تغمغم بكلام كثير بصيبها لم تلتقت أذني منه إلا كلمة ستي كلمة ستي دي جي فيها سئلة كتير قوية نيجي أقولك هي كلمة واحدة ولكنها تغني عن مقال كامل ويتضح في كلمة ستي مبدأ التكسيف والتركيز ليه؟ لأن كلمة ستي كلمة واحدة ولكن بتقول بقى إيه؟ تديني مدى خوف الطفلة من سيدتها مدى ظلم الطبقة الغنية للطبقة الفقيرة عرفتنا إن الطفلة خادمة وأن سيدتها تعاملها معاملة سيئة كل ده من كلمة واحدة وهو أهم ما يميز الكصة القصيرة ألا وهو أن الكلام القليل يعطي معاني كثيرة دون تفاصيل وهو مبدأ التكسيف والتركيز تمام شافها؟ وبيقولك بعد كده ولم أحول عيني عنها وهي تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات ولم أحول عيني عنها طبعا الكاتب بيقول إنه هو كان مهتم بيها جدا وهي تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات ولا عن سوبيها القديم الواسع المهالها للذي يشبه قطعة القماشة التي ينزب بها الفرد لاحظ بقى إنه حيبتدي يوصفها وبص الأسئلة لزديجي يقولك إيه؟ هل يتلأم الوصف الدقيق الذي وصفه الكاتب للطفلة مع مبدأ التكسيف والتركيز؟ آه يتلأم طب إزاي؟ ده بص الأيه؟ سوبيها القديم الواسع المهالها الذي يشبه قطعة القماشة التي ينزب بها الفرد قدميها الرجليها التاني كانت تطلاني من زيليه الممزق كمسمارين رفيعين ده وصف دقيق آه ولكن الوصف الدقيق ده كان مهم هنا ليه؟ مش إحنا قلنا بلاش تفاصيل آه ولكن الكاتب لم يحدثنا عن الطفلة ولم يحدثنا عن حياة الطفلة ولم يخبرنا من الأساس أن الطفلة خادمة وجعلنا من خلال تلك التفاصيل البسيطة نستنتج أن هذه الطفلة هي خادمة وتعاني وأنها فقيرة فالتفاصيل دي كانت مهمة هنا وهي تتلأم مع مبدأ التكسيف والتركيز طيب وبعد كده بيقولك ابتدت هذه الطفلة الصغيرة تعبر الشارع العريض المزدحم بالسيارات وهنا العريض توحي بصعوبة عبور الشارع واستطاعت الطفلة الصغيرة أن تعبر الشارع العريض المزدحم بالسيارات في بطء كحكمة الكبار طيب يجي سؤال مهم وأنا قلت لك أنا عايز أركز على أسئلة التعليق يجي سؤال يقولك إيه ما دور الراوي في قصة نظرة؟ أو سؤال بطريقة تانية هل تغط شخصية الراوي على أحداث هذه القصة؟ يعني إيه تغط؟ تغط يعني غطت طب أنت شايف أن يوسف إدريس كان ديه دور في هذه القصة؟ حد حيقول لي آمه وعد الله الحمد طب أي حد كان ممكن يعد الله الحمد أمال إيه دوره؟ دور يوسف إدريس في هذه القصة يقتصر على أنه كان واصفا لأحداث القصة دون أن يتدخل في الأحداث دور يوسف إدريس في هذه القصة يشبه دور الملقن في المسرحية فهو يلقن الأبطال النص دون أن يتدخل في هذه الأحداث هو ده اللي احنا عارفينه عن دور الراوي طيب على الرغم من معاناة الطفلة إلا أن الكاتب لم يجردها من الحلم والأمل هو خلاها تشوف مجموعة من الأطفال بيلعبوا وتقف وتشاهدهم يتقذفون فيما بينهم قرى من المطاط وهم يصرخون ويلعبون ويهللون التفرة وقفت تشاهدهم وتتمنى أن تلعب وتلهوا مثلهم إذن لم يجردها من الحلم والأمل الحلم أنها تلعب وتجري مثلهم والأمل أن يتحقق ذلك في يوم من الأيام هي الحلم والأمل بالنسبة للتفرة وزي ما قلت الحادثة كل كلمة في الكصة القصيرة بيدي معنى قال لك وجهها المنكمش الأصمر كلمة المنكمش يتابع كرة من المطاط يتقذفها أطفال في مثل حجمها وكبر منها طب تعالى ناخد كلمة المنكمش كلمة المنكمش توحي بالشقاء طب الأصمر توحي بلفحة الشمس لها طيب يتابع كرة من المطاط يتقذفها لألي يتقذفها وما قالش يقذفها لأن يتقذفها توحي بالتبادل ما قالش يقذفها لأن أنا ممكن أحدث أقذف دون أن تعود إليها يتقذفها أطفال في مثل حجمها وكبر منها طب هل أفادت كلمة أكبر منها جديدا بعد كلمة أطفال في مثل حجمها آه أفادت إيه أفادت أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى اللعب أكبر منها يحتاجون إلى اللعب فما بالك بتلقى الطفلة الصغيرة التي تلعب وتلهو وتتمنى أن تكون مثلهم هي أصغر منهم فالأطفال الذين فيه مثل حجمها واجبر منها يهللون ويصرخون ويلعبون بعض النقاط قال من كلمة يصرخون ويهللون ويلعبون أيضا يتناقض مع مبدأ التكسيف والتركيز الذي لابد أن يتواجد في القصة القصيرة هنقول إيه؟ هنقول لا هو برضو هنا تدل على مدى سعادة الأطفال في بعض الكلمات اللي ممكن نقول كاتب زاد منها شوية النقاط قالوا زاد منها شوية يصرخون ويلعبون ويلعبون ويللون ولكن فيه نقاط وقفوا مع يوسف إدريس وقال أن هذه الكلمات أوضحت لنا العديد من المشاهد التي لم نرها بأعيننا ولكنه جعلنا نستنتج التفل رأت في عيون الأطفال السعادة والفرحة واللعب فتمنت أن تلعب وتلهو وتنطلق مثلهم هذه التفلة هي من واقع اجتماعي متأزم لأنهم استخدموا التفلة في العمل وهذا سؤال يأتي يقولك التفلة أو نص نظرة يدل على الحياة الاجتماعية المتأزمة في ذلك الوقت طبعا لأنه يدل على استغلال الأطفال في العمل تفلة صغيرة فقيرة كل الأحداث التي استطاع يوسف إدريس من خلالها أن يطف لنا أفكار هذه التفلة حزن هذه التفلة ألم هذه التفلة معاناة هذه التفلة من أجل أن تلعب وتلهو تعيش تفلتها مثل الأطفال الذين يلعبون لاحظ أن هي كلمة واحدة كلمة نظرة وده برضو بيجي في سؤال كتير يقولك كلمة نظرة أو نظرة بماذا يوحي هذا العنوان؟ طبعا كلمة نظرة توحي أو تدل على نظرة التفلة للأطفال وهم يلعبون أو نظرة الكاتب للتفلة نظرة التفلة للأطفال وهم يلعبون وهي نظرة إشفاك ونظرة التفلة للأطفال وهم يلعبون وهي نظرة حرمهن نظر مننا بقى لكم أيها الطلاب نتمنى لكم أعزائي الطلاب أن ننظر إليكم دائما وأنتم في المقدمة وأنتم في أوائل الصفوف هذا هو أهم أمانين بالنسبة لكم ونحن على ثقة بل وعلى يقين أنكم تستطيعون أن تحققوا المستحيل مرة الساعة الأولى معكم سريعا أعزائي الطلاب ولكن قليلا وسنلتقي من جديد وما زال معنا الكثير نقدمه لكم فانتظرون فإلى أن نلتقي لكم منا أطيب الأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته